مثل المتباينة التالية بيانيا ويناقص 4x أقل من سالب ثلاثة أول شيء يمكننا أن نفعله هو أن نضعها بصورة نموذج mx زائد b اي بي نموذج تقاطع الميل لكن كمتباينة إذن لنبدأ ويناقص 4x أقل من سالب ثلاثة يمكننا أن نضيف 4x لطرفي المتباينة إذن دعونا نضيف 4x لطرفي المتباينة حتى نعزل y على الجانب الأيسر هذان يتم محذفهما فنحصل على y أقل من 4x ناقص ثلاثة يمكننا أن نحصل على ناقص ثلاثة زائد 4x لكنني أريد أن أكتب 4x أولا لأن هذا الشكل هو المألوف لدينا إذن أقل من 4x ناقص ثلاثة الآن يمكننا أن نبدأ بتمثيلها بيانيا لكن قبل التمثيل البياني أريد أن أكون حذرا بعض الشيء هنا دعوني أرسم المحاور إذن هذا محور x وهذا محور y ونريد أن نكون حذيرين لأن لدينا y أقل من 4x ناقص ثلاثة ما سنفعله هنا هو وضع حد على y تساوي 4x ناقص ثلاثة وحل هذه المعادلة سيكون جميع المساحة التي تقع أسفل ذلك أي جميع قيم y أسفل ذلك لنحاول أن نفعلها إذن سأضع الحد هنا لدينا حد على y تساوي 4x ناقص ثلاثة ولاحظوا أن هذا ليس حل بل هو أقل من إذن يمكن الاستعانة بطريقتين حيث لدينا الميل وتقاطع y إذا كنتم تعلمون أن الميل هو 4x ثلاثة هو تقاطع y أو يمكنكم أن تأخذوا نقطتين إذا كان ذلك سيساعدكم في تعريف الخط فيمكنكم أن تقولوا إذا كانت x تساوي 0 فما هي قيمة y نحن نعلم ما ذلك 0 ناقص ثلاثة تساوي سالب ثلاثة لأن تقاطع y لدينا صفر مع سالب ثلاثة ثم لدينا النقطة لنفترض أنه عندما x تساوي 2 حسنا عندما x تساوي 2 فما هي قيمة y لدينا 4 ضرب 2 تساوي 8 ناقص ثلاثة إذن y تساوي 5 إذن نتحرك 1 2 سنتحرك 1 2 3 4 5 إذن لدينا هذه النقطة كذلك ثم يمكننا أن نصل النقاط أو يمكن أن نقول انظر إن الميل هو 4 فعندما نتحرك بمقدار 1 على محور x سننتقل على محور y بمقدار 4 إذن سيبدو هكذا دعونا نرسم سنرسم خط منقط لأنه تذكروا أن هذا ليس جزءا من الحل دعوني أرسم بشكل أكثر إتقانا هذه النقطة تقع هنا وهذه النقطة تقع هنا إذن سأرسم خط منقط وسيبدو بهذا الشكل حيث يوضح أن هذا ليس جزءا من الحل الحل لدينا هو y أقل من ذلك أي لأي x إذا اخترت x إذا أخذت 4x-3 ستكون على الخط ونريد أن تكون y تساوي ذلك الخط إذن نريد x تلك أن تكون أسفل الخط أي ستكون كل هذه المساحة هنا لأنها أقل من الخط ولن تشمل الخط ولهذا السبب وضعت خط منقط هنا يمكننا أيضا أن نقول هذان الخطان مقسمان على المحاور ولدينا مساحة فوقهما ومساحة تحتهما دعونا نختبر ذلك دعونا نأخذ شيء يقع فوقهما لنأخذ النقطة 0 و0 ونرى إذا كانت تحقق المعادلة إذا كان لدينا y تساوي 0 0 أقل من 0-3 أو نحصل على 0 أقل من ناقص 3 هذا لا يمثل الحالة أي أنها ليست صحيحة وهذا منطقي لأن 0 و0 ليست جزءا من الحل الآن يمكننا أن نذهب للجانب الآخر من الحد يمكننا أن نأخذ النقطة لا أعلم دعونا نأخذ النقطة 0 مع 3 إذن دعونا نفترض أن هذه هي النقطة أو تلك هي النقطة 0 مع 3 هنا ويجب أن تنجح لأنها تقع ضمن مساحة الأقل من دعونا نتحقق من ذلك إذا لدينا y تساوي 0 0 أقل من 4 ضرب 3-3 0 أقل من 12-3 0 أقل من 9 وهو صحيح بلا شك إذن النقطة تحقق المعادلة إذن بشكل عام عليك أن تنظر إلى إشارة المساواة لكي ترسم الحد وقد فعلنا ذلك وقد رسمنا خط منقط لأن المعادلة لا تشمله حيث لا يوجد إشارة مساواة بل أقل من فقط ثم أن حل المعادلة يقع في المساحة أسفل الخط أي أقل من الخط 4x-3